المزيد ده معنا على تليفون الدكتورة ويام وثمان أستاذ العلوم السياسية بإجامة بورسعيد برحب عليك الدكتور ويام أهلا بحضرتك كيف أنت؟ أهلا بحضرتك كيف تابعت أهمية ودلالة زيارة الرئيس الصومالي لمصر وطبعا لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السياسي بالفعل اليوم مترسل مصر إلى العالم بأفرة لسالة هامة جدا أن مصر رغم التحديات والتهديدات تزداد مكانتها وريادتها الإقليمية سواء على الصعيد القضايا العربية أو على الصعيد الأفريقي فدائما وأبدا يتم مواجهة الأزمات الإقليمية من القاهرة فلقد جاءت الزيارة اليوم في توقيت هام يتعلق بالتطورات الأخيرة والتي مثلت تهديد واضح للأراضي السمولية من قبل السلوك العدواني الأسيوني والاعتداء استافر على سيادة ووحدة الصومال من خلال توقيع مذكر التفاهم مشترك مع أرض الصومال أو صوماليا لاند هذا الإقليم المنفصل عن الدولة الصومالية في عام 71 ولم يعترف به حتى الآن من قبل دول العالم على أن يتم تأجير والاستفادة لحوالي 12 ميل حول أيميناء بربرة من قبل أسيوبيا من أجل الوصول بل التغلغل إلى البحر الأحمر الأمر الذي يؤدي ويمثل انتهاك صريح للقانون الدولي بل انتهاك إلى السيادة ووحدة الأراضي الصومالية بل وأكثر يظهر للعالم السياسات الأحادية الأسيوبية التي تكرس إلى مفهوم الاضطرابات وعدم الاستقرار ليس فقط بسبب هذه المذاكرة وأيضا لما أصفر عنه من المفاوضات الودية السلمية حول سد النهضة أيضا تأتي هذه الزيارة في ظل توترات التي يشهدها عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية بل وتهديد باب المندب كل هذا يجعل من الزيارة ذات أهمية قصوى لهذا التوقيت في ظل الموقف الداعم من قبل الدولة المصرية إلى الأشقاء في الصومال أنا بشكر رحالك شكرا جزيلا دكتور رؤام وثمان أستاذ العلوم السياسية بإجامة بورسعيد كنت معي عبر الهاتف